نعم إذن إذا كنت تسمعني حسين كنت أسألك عن يعني كيف تبدو جلسات قمة بريكس وهي تحمل ربما الجديد مشاركة أعضاء جدد ربما وملفات شديدة الأهمية نعم مونة بالفعل ملفات حساسة جدا تناقشها قمة البريكس حيث أن الرئيس فلاديمير بوتين التقى يوم أمس مع عدد من زعماء الدول الأعضاء في قمة البريكس على رأسهم الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بالإضافة أيضا إلى الرئيس الصيني ورئيس وزراء الهند أيضا رئيس جنوب أفريقيا خلال اللقاءات كافة بوتين أكد على أمر أساسي وهو ضرورة إنشاء عالم متعدد الأقطاب بإضافة أيضا إلى ضرورة إنشاء عملة محلية مشتركة لدول البريكس أيضا هذه العوامل أو هذه الأهداف أيضا تطابقت مع وجهة نظر رؤساء الدول العضوية في مجموعة البريكس أيضا اليوم من المنتظر أن يصل الرئيس التركي إضافة أيضا إلى الرئيس البيلاروسي أليكساندر لوكاشينكا أيضا من المقرر أن يلتقي بوتين مع كل من الرئيس التركي والرئيس الإيراني على هامش قمة مجموعة البريكس حيث أنه في ظل التصعيد في منطقة الشرق الأوسط وأيضا بالتزام مع إمكانية حدوث أي مواجهات عسكرية مباشرة بين إسرائيل وإيران هناك حديث روسي عن إمكانية توقيع وصيكة استراتيجية خلال قمة البريكس بين طهران وموسكو هذه الوصيكة ماذا ستتضمن منا حتى هذه الساعة من غير المعروف إنما بعض الخبراء يتحدثون عن إمكانية تضمينها أو إمكانية توقيع الوصيكة ببنود تشمل الدفاع المشترك بين روسيا وإيران أي ضرورة تدخل روسيا إلى جانب إيران في حال الاعتداء على إيران أو في حال أي مواجهة عسكرية بين إيران وأي دولة أخرى أيضا بعض الخبراء يتحدثون عن إمكانية أعطاء روسيا مظلة نووية لإيران على غرار ما فعلت مع بلا روسيا إذن نحن أمام ساعات مرتقبة ساعات ستكون حساسة بالنسبة للعالم هذه الساعات تحمل ملفات حساسة جدا بسبب أن الجانب الروسي يؤكد على أن بوتين سيناقش أيضا مع الرئيس التركي مسألة إنشاء محطة طاقة نووية روسية في تركيا إضافة أيضا إلى إنشاء مستودع للغاز الروسي في الأراضي التركية وإمكانية تصدير هذا الغاز إلى دول أخرى وذلك بعد فرض الغرب عقوبات على روسيا بسبب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا إذن روسيا تعمل على الالتفاف على العقوبات الغربية وتعمل أيضا على مواجهة هذه العقوبات أما مع الرئيس السيسي فالملفات أيضا جدا مهمة بين روسيا وبين مصر فتم مناقشة المشاريع الاستثمارية بين البلدين وعلى رأسها مشروع محطة الضبعة النووية إضافة أيضا إلى التبادل التجاري وأيضا الاقتصادي بالإضافة أيضا إلى وجهة النظر الروسية المصرية التي تعتبر إلى حد بعيد مقتقاربة جدا نظرا إلى السياسة الخارجية التي تتبعها مصر وخاصة أن هذه السياسة يتم وصفها من قبل عدد كبير من السلطات الروسية أو السياسة الروس بأنها سياسة متزنة وأن هذه السياسة هي السياسة التي تستطيع من لعب دور الوساطة ولعب دور أيضا التحدث مع جميع الأطراف في منطقة الشرق الأوسط وأيضا في العالم